اشتركوا في القناة يعني قحت كل شيء كل فلس كل سنت يعني من نصيبه اخده بعد ايام وطبعا ترك بيت الاب وصافر الى كورة بعيدة وهناك بذر ماله بعيش مسرف فلما انفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة فابتدأ يحتاج لاحظ هون يعني مش بس الوقاحة انه اخد الحصة بتاعته لكن صمم انه يترك البيت يترك بيت الاب وفعلا عشان يكون بعيد عن كل الانظار والمحاسبة والمراقبة راح لكورة بعيدة جدا وباختصار هناك بذر بعيش مسرف وهي كلمة احبائي عيش مسرف هي التبذير المفرط اللي بيوصل فيها الى 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 حياة الخلاعة وحياة الفسق الحياة الفاسقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة